مرحبا رغم أن صلصة الطماطم لها فوائد كثيرة ولكن الضرارها أكثر استمعوا جيدا صلصة الطماطم المحفوظة فهو طعام قاتل يدمر الدماغ ويخرب عمل القلب ويزيد من التهاب المعدة وتليف القولون العصبي فهو يميت خلايا الجسم فاتركوه حالا واستخدموا بداله الطماطم الطازجة طبعا تعتبر صلصة الطماطم المحفوظة من أكثر المعلبات المتواجدة في بيوتنا نظرا لسهولة وسرعة استخدامها خاصة المعلبة والمحفوظة ولكل 100 جرام 109 سعر حرارية والكربوهيدرات 18.3 لكل 100 جرام منهم 13.8 سكر والملح 0.6 والبروتين 6.6 وإذا التقى الملح والسكر والدهون وهذا يؤثر على الدماغ وعلى عمل القلب لذلك استبدلوها بالطازجة ترجمة نانسي قنقر